الجامعات العراقية تحقق مواقع تنافسية في تصنيف سيماجو العالمي وفق ما أظهرته قائمة المؤشر التي نشرها على موقعه الإلكتروني وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي في بيان إن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العراقية حققت نتائج تنافسية وصفتها بالهامة هذا العام في التصنيف الذي أجرى تقييما لأكثر من ثمانية ألاف مؤسسة حول العالم وشمل التصنيف سبع وأربعين مؤسسة عراقية بينها ثمان وعشرون جامعة منها جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعات بغداد وسليمانية وبابل والمستنصرية ويعتمد تصنيف سيماجو على مؤشر مركب يجمع بين ثلاثة معايير مختلفة تستند إلى أداء البحث العلمي الذي يمثل خمسين في المئة ومخرجات الابتكار بثلاثين في المئة والتأثير المجتمعي بعشرين في المئة كما يعتمد التصنيف على مؤشرات فرعية مثل عدد الأبحاث المنشورة ونوعية المجلات المنشور فيها وعدد الاستشهادات المرجعية ومعاملات التأثير النسبية ملف تصنيف الجامعات العراقية كان ضمن المحادثات التي أجرتها جامعة بغداد مع الفريق الدولي للتقييم الأكاديمي حول مؤشرات الأداء والجودة والبحث العلمي للجامعات العراقية الداخلة في تصنيف التايمز وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان إن الفريق الدولي للتقييم الأكاديمي زار جامعة بغداد وناقش مؤشرات الأداء والجودة والبحث العلمي في ضوء متطلبات التصنيفات العالمية ولسيما تصنيف التايمز طرحنا أفكار عن الجامعات في أستراليا وماليزيا وسيكون في نهاية اليوم تقرير يتكلم عن مقترحاتهم لتحسين الأداء تأكيد عن نوقات القوى التي لدينا وما هي نوقات ضعفة التي يجب أن نركز عليها من أجل تجارس الإشكاليات وتسجل الجامعات العراقية في السنوات الأخيرة تنافسا متصاعدا في التصنيفات العالمية مثل تصنيف شانجهاي وتصنيف The Times الذي تتواجد فيه ثماني جامعات عراقية